و هو بالتوفيق لك في فقرة تحت الضوء راكان ياهلا وسهلا بالضيف الدائم ياهلا بك ياهلا اليوم مزرق كامل واليوم مش فضلك ما شاء الله لابسين بدل المروقين عادة طاقين عم الرسم شماغ وثوب اليوم مروقين اوه 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 انا نجاشي اول شيء ختامها مزك يعني بتوائل بك أنت الله يطول بعمرك لعمرك ما يكسر الشيء الثاني بالنسبة لي حبيت اخذها كده يعني خلاص عادة ريالتي زي ما تقول عادة ليس عادة هي ريالتي ليس عادة بلاكس الفقرة تحت الضوء لها احترامها خصوص الذين شاهدون لهم احترامهم صحيح و بس ان الملابس لا يجهزت انتظر تجهز ان شاء الله وتحت الضوء بإذن الله ترى كده و لكده انت ما شاء الله تبارك الله الله يرفع قدرك جميل بكل حلاتك الله يسلمك براكان تشعر انك تعبت جمهورك و محبينك لا بلاكس ما حسني تعبتهم للأمانة بس اذا كنت مقصر فانا اعتذر منهم للأمانة ولكن ليس بهنا نهاية المطاف للأمانة يعني خروجي من هنا قد قلتها من قبل خروجي من هنا سواء وصلت للنهاية أو وصلت من ابراهيم أو هي بداية البداية اللهم هذا زي ما تقول رسم الخطة واتمنى ان عادل ما يكثر ضحك مع نجاشي هم ناوينك من اليوم عادل ناويك من اليوم هم مقصر هم مقصر هم مقصر منت يعني هم يدري بظروفي عشان كده يطاق والله هم يدري بظروفي اكثر شخص ترى يدري بظروفي هو عادل طيب راكان هي سؤالين ايه او لا ندمت المشاركة برنامج كاريزمة نهائيا في البداية كنت نادم اول اسبوعين اول اسبوعين نادم لكن عندما انتضحت لي الرؤية اكثر اكثر لا ما ندمت بالاكس انا اعتز واتشرف بالمشاركة واعتز واتشرف بطاقم قناة الواقع وبرنامج كاريزمة على وجه الخصوص من ابو عبدالله الى البقية طيب هل انك طفشت في فاتر الاخير هل بدوني طيب شك السلام عليكم كيف حالك كيف حالك كيف حالك كيف حالك كيف حالك انا ليش حاسب لي ما في ديرما ايش؟ طيب انا اعلمكم السلام عليكم ما فيها جاءت ساعة مخرج عطني الكاميراتي عشان اتحدث انا ما تكلمت فيها تفضل وانتصر علي علي الساعة ثمانية ونص تقريبا ما رد علي أو ثمانية ما رد جاءت ساعة تسعة ودق لي هذا نوافش اخبارك بشرنا عنك كتوينك ما في احد في القناة الا انا حتى المعد فقراتنا مو فيها ما في معد الرأي دخل وانتصر علي قال علي يا اخي ما في اليوم ديلم ولا في اصلا قصر ما فيها فقط برايم ولا في تحت الضو ولا في شيء الأخه مغرد خارج السرب على ن Nieblic أنا اتبع البارح المعيدة طيب اتبع على الكتم 1961 النجل لي اتصال سأبوم المهمية نمات صحيح انتبع من ساعة خوال unless البشن رجلها على السيال حيان والبرنامجran قد مغائل قف المرة ثانية خلاص أشوف اسم اليوم فهد مطير يقول على الهوى الديلما والديلما قلت تعكيد يمثلون مشهد و أنا أبو علوة يا سلام قلت فيه شو يا حبيبي اليوم إن شاء الله في الليل حلقة واحدة أنا و نواف و نسوي إعداد و فقرة و اليوم أزبط فقرة و نأكل حان سمين مفين حاسة حول سياشة أول مرة أتنفس بدون سعود ده تاريب ديلما حاسبي يالله لكن ما حاسب كمل أسأل راكان سألتك قبل بث أحس أنك طفشان في أتر الأخيرة كيف سأل في شوان؟ هو ما وصلت؟ مبتوس؟ أودك لك لك سؤال هو مهب طفش لكن شوية الجدول يختلف فهم بالعادة يبنون الأولين بعد يقولون لا زان نومك زان يومك فأنا عندي مشكلة شوية مع النوم فالأرق مسبب علي مشكلة كبيرة علي في سؤال توجه الراكان أجد سلم على الهوا يجب أن يكون هناك تسليم اليوم يمكن أن يكون هناك يften تاكي العافية الله يافيك الله ممكن بملهية أو شيء الله تاكي العافية وصلت من أعطف الأخير وواجهت ضغوط في البرنامج هذا وواجهت ممكن تعب وواجهت منحنيات كثيرة بالنسبة لك أنت ممكن تعب لواجهك في البرنامج ممكن إلا للضغوط خارج البرنامج خروجك اليوم أو بقائك ممكن عادل أختلفه واتفق معه في كلمة قالها قبل فترة أقب عليها أنه بعض الناس ما يكون هدف الأول جائزة صحيح الهدف الأساسي جماهير يعني ما يبقى لأجل جائزة فهل بقائك للنهائي للجائزة؟ ولا والله قلت والله أبجس للرمق الأخير وأنا في المنافسة فقط لغير أنا كانت عندي يشوف القناعات تتغير أنا كان عندي قناعة ودائما كنت كل براي ما أطلع فيه أقول البيت هذا البيت هذا له رسالة ورسالة واضحة اللي هو كنت دايما أقول حمبني عارج ومنيام العريقة ما خرقنا للخروج من التنافس وش معناتها؟ أني أنا ما زلت في التنافس وراح أخوضها إلينا آخر رمق ممتاز؟ ممتاز لكن بعدها شفت أن الضغطات اللي كنت وأواجهها أو الأشياء اللي تصير لي أنا شخصياً فنوعاً ما هو مهف تقصيراً مني كثر ماهو شي فوق فوق إرادتي فالآن القناع اللي وصلت لها نستمرت النهائي كان بها خدا خير وبركة وانطلعت فاللهم لك الحمد والشكر الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى سؤال شوية أكثر لو بقيت هل أنت فعلاً من ركزة الثلاثة الأولى ولا والله في شيء اسمه مستحيل في الحياة هذه هو شف هو المستحيل بس أنه في بعض أول شيء أنا بألمك أنا بأقول لك شيء المستحيل برضه موجود أو غير موجود لكن الأساس كيف بنيت الأشياء هل درجاتي تهيئني؟ أنا لو أطلع على درجاتي ممكنني أجابك على السؤال هذا لكن أنا أتكلم لك مثلاً نسبة وتناسب كنت أتكلم عنه عادل قلت لأنا لو بقيت وحسبة الكاملة النقاط كاملة من السابيع الأولى اللي كنا فيها تقريباً أول أربع برايمات أنا ما شرفت فيها وأول خمس برايمات يعني كنت منضبط جداً مع أن الرياليتي كان شوي لك علي بعدها كان الرياليتي عندي عالي بس الانضباط يعني ما جمعتها مع بعض أنا حبيت أفرق بينهم بين الرياليتي والانضباط أحبي يعني أعطي كل دي حقاً حقاً لأماني الله أتكلم عافية فالرياليتي كان عندي عالي ومتأكد أن كم برايم دخلت؟ توقع أن من أول دخولي لبرايم بعدها برايمين ما دخلت بعدها شرفت برايمات كلها كلها ضيفة يعني كلها مشرفة بنوّرها لا ويشريم كلها ركز معي علي معدها ثنين لا لا الأول أربع برايمات ما دخلت ستة برايمات ما دخلت ست برايمات ما دخلت ست برايمات ما دخلت والباقي بقي كلها وراء باب كم بقي برايمة 6 كم بقي كم برناحنا 6 شهر هذا كم رقم كم دو؟ هذا الثامن هذا الثامن؟ اللي لم تخلني ذاكره يعني سريعاً انا هل ثلاث شهور ثلاث شهور؟ وكل شهر هناك أربع برايمات واحد فقط أو 11 برايمة 10 برايمات لنا؟ لا إذا 10 اول 11 يوم أول 11 يوم وثنين ألغيت هل هي ألغيت ثمانية تسعة تسعة برايمات يوم وطني خروج يخبوط لا 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 ما لا دخل برايم واحد ألغي فقرة تحت الضوية يا شباب اللي في الإعداد عطونا كمبس برايم واحد ألغي لأن نسبة وتناسب برايم اللي عقبه اثنين اخراجوا فهمت علي ممتاز ما خلها واحد فنسبة وتناسب يطعم السلامة أنا ستة برايمات ستة برايمات ما دخلتها تقريبا على العموم لو أقول لك أني أشوف نقاطي أنا مستعد أصرح أني أخذ حتى المركز الأول لا تشوف النقاط بدون أن أقول لك أنت وش الأداء بالنسبة لك هل فعلا أداء شخص ينافس على الثلاثة الأولى ولا لا هنا النقطة بداية في البرنامج فعلا أداء شخص ينافس على المراكز الأولى بعدها عاد صار الضروب من الظروف اللي أنا مريت فيها ومستحيل أن أعطيك جواب على قد سؤالك صراحة سؤالك له شقين ما شاء الله تبارك الله نايف توي يوصلنا نحن نتظرنا اليوم طيب راكان آخر سؤال لو عرض عليك المشاركة في برنامج آخر واقعي هل تشارك؟ برنامج آخر واقعي؟ ايه هاي برنامج من المستحيل أني أشارك مستحيل من سابع المستحيلات استحالة هم عجزة كمل إلينا طيب اوكي راكان لو قلت لك الآن الكلمة الأخيرة مثل من الشباب وما تكون صريح فيها ايش الكلمة توجهها وتوجهها المين؟ اللي بوجهها للدعمين للدعمين اللي راكان بملاحي أقول لهم والله ما في أجمل وأمب وأوضح من كلمة شكر شكرا لهم جميعا وبإذن الله إن كنت مقصر فالعذر والسموحة وإن شاء الله أني أكون عند الهقوة وإن شاء الله أني بدرت أوصل لكم شيء من اللي عند راكان القادم أجمل بإذن الله أن خرجت اليوم فهذه بداية البداية فعلا وانبقيت فبإذن الله ان شاء الله أني وصل للمراكز إن شاء الله وأوصل للمراكز الثلاثة الأولى بالتوفيق لك يا راكان الله تكلاعب